ليسأل عن السيئة والحسنة في الأشهر الحرم يا عبد الله بارك الله فيك بالنسبة للأشهر الحرم أربعة وهي المذكورة في قول الله عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم جاء في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينها بقوله ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب رجب مضر فهذه أربعة أشهر ولذلك قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم أخذ من هذا العلم على أن المعصية في الأشهر الحرم أعظم من المعصية في غيرها ولذلك الإنسان يحذر أن يعصي الله تعالى في الأشهر الحرم وكذلك يحرص على العبادات والطاعات والقربات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا